لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واد الحمص بالقدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري يعني أحمد كيف يبدو الوضع في ظل بدء قوات الاحتلال بعملية الهدمة المهلة انتهت اليوم وهذا يعني بأن سلطات الاحتلال يمكن لها أن تأتي في أي وقت وتقوم بعملية هدم هذه المنشئات 11 عمارة سكنية نتحدث عن قرابة 100 عائلة فلسطينية تخيل الضغط النفسي الذي تعيشه العائلات الفلسطينية وهي بانتظار تلك الجرفات التي سوف تلتهم سوف تدمر وسوف تحول هذه الأحلام هذه البيوت هذا الأمان إلى ردم كامل إلى ضمار كامل هذه العمرات التي نستطيع أن نراها منها ما هو قيد الإنشاء منها ما هو مسكون من عدة سنين تحدثنا قبل قليل مع مجموعة من الأهالي الذين قالوا لنا بأنه يمكن أن تتم عملية الهدم الليلة يمكن أن تتم بعد أسبوع وممكن أن تتم بعد عدة أشهر ولكن ذلك يضع العائلات في ضغط نفسي كبير جدا هذه العائلات فعلت ما عليها أن تفعلوا توجهت إلى المحاكمة الإسرائيلية لمدة عامين ونصف بالآخر صدرت القرارات بهدم هذه المنشئات توجهت إلى الأمم المتحدة وجهت رسائل إلى القناصل وإلى الصفراء الأوروبيين عملت ما يمكن أن تعمل من مناصرة شعبية ولكن في نهاية المطاف بات واضحا بأن هذا الجانب الإسرائيلي سيمضي قدما في عملية الهدم بحجة بأن هذه المنشئات تم بنائها بالقرب من هذا الجدار هناك نقطتين النقطة الأولى بأن هذا الجدار عمليا هو جدار أمني بمعنى بأن حتى الجانب الإسرائيلي على المستوى القانوني يقول بأنه ليس دائم هكذا يقول الاحتلال بطبيعة الحال النقطة الثانية وهي المهمة بأنه يسعى إلى هدم كل المنازل القريبة من هذا الجدار على الجانب الآخر هناك أيضا منازل أخرى من المقرر أن يقوم الجيش الاحتلالي الإسرائيلي بهدمها نحن هنا نقف نحن في مدينة القدس ولكن حسب تلك الخرائط الخاصة بالتفقية أصله نحن هنا في منطقة ألف أي أننا كأننا نقف الآن في المقاطعة أو نقف في وسط مدينة الخليل أو نقف في وسط مدينة نابلس حسب القانون أو حسب الاتفاقية السلام بين منظمة التحرير وبين الجانب الإسرائيلي لأنها في مناطق ألف حتى أن الأهالي عندما بنوا هذه المنشآت حصلوا على ترخيص من السلطة الفلسطينية وليس أصلا من الجانب الإسرائيلي ولكن ما يحدث الآن هو أنها في الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يحرك هذا الجدار لا يريد أن يقوم بتعديله وسيفرض عملية الهدم على كل المباني كل المنشآت كل المنازل التي أقيمت قبل بناء الجدار أو من بعد بناء هذا الجدار العازل وذلك لتفريغ كل تلك المنطقة من الأهالي والمدنيين الفلسطينيين كيف سيتعاطى أهالي الوادي مع هذا الوضع أحمد؟ لا ننكر بأن هناك حالة من الإحباط هناك حالة من الحزن هناك حالة من عدم القدرة على فعل شيء ضعف لأنه عمليا لا يجند هناك أي بديل يمكن أن يتواجهه للمحاكمة الإسرائيلية صدتهم الصفراء لم يستطيعوا في الشيء الأمم المتحدة اكتفت في موضوع البيانات الجرافات الإسرائيلية أقوى بكثير من كل تلك الإجراءات نعم هناك تضامن هناك يوم الجمعة صلوات هناك محاولة لشد أزرهم ولكن في نهاية المطاف الجميع يعلم بأن الجرافات الإسرائيلية في نهاية المطاف إن كان هناك قرار سياسي من قبل حكومة بن يمين نتنياهو هذه المباني سوف تهدم ولكن هناك تجارب أخرى كانت في الخان الأحمر كانت في سلوان عندما تم تجميد هذه القرارات نتيجة الضغوط الدولية وهذا ما تسعى له هذه العائلات شكرا جزيلا لك أحمد البديري من وادي الحمص بالقدس المحتلة كنت معنا على كل هذه المعلومات شكرا جزيلا لك